لن يعود العراق عراقا كما كان إلا بمحاربة الخطر الجاثم على أمواله ومقدراته منذ عشرات السنين معادلة أساسية في حماية مستقبل البلاد بتطهيرها من الفاسدين وعلى طريق الجهود المبذولة للقبض على مسؤولين متورطين في قضايا فساد وترهل إداري تعلن هيئة النزاهة الاتحادية إصدار أربعين أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر حزيران الماضي الأوامر شملت وزيرا أسباق وثلاثة من أعضاء مجلس نواب حاليين ونائبا سابقا ووكيل وزير الهيئة كشفت عن مجمل أوامر القبض بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا على خلفية قضايا حققت فيها مدريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها للقضاء وأوضحت الهيئة أن الأوامر صدرت بحق كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا من الأول وحتى الآخر من حزيران للعام الحالي توزعت على سبعة أوامر قبض وثلاثة وثلاثين أمر استقدام كما شملت أوامر القبض والاستقدام خلال المدة ذاتها محافظين سابقين وثلاثة أسبقين وعشرة مديرين عامين حاليين وتسعة سابقين وثلاثة أسبقين إضافة إلى ثلاثة من أعضاء مجلس محافظة سابقين الدائرة كشفت أيضا عن تواطئ موظفين في مديرية زراعة المثنى مع عدد من الأشخاص لنقل ملكية عقار عائد للدولة مبينة أنه تم ضبط إضبارة العقار الذي تبلغ مساحته 12 دون من كما تمكن فريق شعبة التحري في مكاتب الديوانية من ضبط متهم بالابتزاز منوهة لظاهرة ابتزاز مواطنين عبر الإدلاء بشهادات زور مقابل مبالغ مالية الأمر الذي يتطلب حرص المواطن من الوقوع في فخ الابتزاز التي تقوم الهيئة بملاحقته بهدف إنهاء مسلسل الفساد المتجذر في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر linear